حيث أكد وزير البترول وفروة المعدنية طارق الملا أن مؤتمر ومعرض إيجيبس للبترول أصبح نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال إفريقيا وشرق المتوسط حيث أصبح خلال السنوات القليلة الماضية قبلة وتاريخا مهما على الأجندة الدولية للطاقة استعرض الملا في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول أبرز الإنجازات لقطاع البترول خلال العامين الماضيين يعد من أبرز الإنجازات خلال العامين الماضيين 2020 و2021 ارتفاع صدرات قطاع البترول المصري خلال عام 2021 بنسبة 85% لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار تحقيق فائد في الميزان التجاري البترولي بدءا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق حجز حيث بلغ الفائد عام 2021 حوالي 2.9 مليار دولار نجح قطاع البترول في توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار وتمكننا من جذب عدد من الشركات البترولية العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة حيث وصل إجمال عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعي حاليا أكثر من 13 مليون وحدة وتصل إلى 13.5 مليون وحدة في يونيو القادم ترجمة نانسي قنقر